اشتركوا في القناة في باب التداوي ألا وهو الطب النبوي المبني على الوحي الإلهي لقول الله تبارك وتعالى وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى فتهيأ لي أن أبدأ بسرد وقراءة لكتاب الطب من صحيح البخاري مع شرح لبعض ألفاظ الحديث ودون ذكر الأسانيد إلى ما يكمل الحديث وذلك مخافة التطويل عليكم وبالله نستعين ونقول أعوذ بالله من الشتان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحاديث كتاب الطب من صحيح البخاري باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء الحديث رقم 5678 عن أبي رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء يعني أي مرض خلق الله تبارك وتعالى إلا وخلق له الشفاء دياله والدواء دياله باب هل يداوي الرجل المرأة أو المرأة الرجل حديث رقم 5679 عن ربيع بنت معود بن عفراء قالت كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نسق القوم ونخدمهم ونرد القتلى والجرحى إلى المدينة هذه الصحابية الجليلة كانت تغزو مع رسول الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تسقي المجاهدين الماء وغير ذلك وتخدمهم وترد القتلى والجرحى إلى المدينة باب الشفاء في ثلاثة الحديث رقم 5680 عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الشفاء في ثلاثة شربة عسل وشرطة محجم وكية نار وأنهى أمة عن الكي هذا الكلام الظاهر أنه ابن عباس ولكن ليس ابن عباس فهو مرفوع إلى النبي بشهادة الحديث الثاني الذية لهذا الحديث الشفاء في ثلاثة يعني يقول رسول العسل الشفاء في ثلاثة شربة عسل وشرطة محجم محجم وهو الحديد التي يعني يشرط بها سيزوار أو مصرق وقصغير أو إلى آخره وكية نار وأنهى أمة عن الكي والرسول صلى الله عليه وسلم ينهى أمته عن الكي وهذا النهي فهو إن شاء الله نهي كرهة وليس نهي تحريم والحديث رقم 5681 عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفاء في ثلاثة في شرطة محجم أو شربة عسل أو كية بنار وأنا أنهى أمة عن الكي كما مر في الحديث الأول وتقريبا نفس الحديث إلا بحد أرفض صغيرة لمختلفة في هذا الحديث الآخر عن الحديث الأول باب الدواء بالعسل وقول الله تعالى فيه شفاء للناس سورة النحل آية 69 الحديث 5700 أو 682 عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الحلواء والعسل الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الحلواء والعسل والمسألة مفهومة باب الدواء بالعسل عن عاصم بن عمر بن قاتادة قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن كان في شيء من أدويتكم أو يكون في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة محجم أو شربة عسل أو لذعة بنار توافق الداء وما أحب أن أكتوي وهذا الحديث فهو تابع للأحاديث السابقة لكنه للبيان بأن الشفاء يكون في هذه الثلاثة بشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم شرطة محجم أو شربة عسل أو لذعة بنار كل هذه الثلاثة يتداوى بها وهي مباحة ولكن اللدعة قال اللدعة بنار توافق الداء فإن كان الإنسان سيداوي نفسه بالنار يعني بالكي وهو لا يعلم يوافقه أم لا يوافقه فيرجع إلى كلم الرسول وما أحب أن أكتوي الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يعجبه الكي كما قال وما أحب أن أكتوي باب الدواء بالعسل المتوكل عن أبي سعيد الخضري رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أخي يشتكي بطنه فقال إسقه عسلا ثم أتى التانية فقال إسقه عسلا ثم أتاه التالتة فقال إسقه عسلا ثم أتاه فقال قد فعلت فقال صدق الله وكذب بطن أخيك إسقه عسلا فسقه فبرع يروا أن أبو سعيد الخضري رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إن أخي يشتكي بطنه وفي رواية بما استطلق بطنه فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم إسقه عسلا فذهب الرجل ثم أتى الغد أو فجاء سأل النبي صلى الله عليه وسلم نفس السؤال الأول فقال له الرسول إسقه عسلا ثم ذهب الرجل ثم أتى التالتة فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم إسقه عسلا ثم أتىه مرة الرابعة فقال له يعني يا رسول الله فقد فعلت يعني إسقيت عسله ولكن في رواية ما زاد بطنه إلا استطلاقه فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم صدق الله وكذا بطن أخيك لأن الله تبارك وتعالى قال فيه شفاء للناس فقال له كرر له الرسول صلى الله عليه وسلم الفعل قال له إسقه عسلا فدابا فسقه عسلا فبارأ بإذن الله تبارك وتعالى باب دواء بألبان الإبن الحديد رقم 5685 عن أنس أن ناسا كان بهم سقم قالوا يا رسول الله آونا وأطعمنا فلما صحوا قالوا إن المدينة وخمة فأنزلهم الحرة في ذود له فقال شربوا ألبانها فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا واستاقوا دوده فبعت في أثارهم فقطع إيديهم وأرجلهم وصمر أعينهم فرأيت الرجل منهم يكدم الأرض بلسانه حتى يموت باب الدواء بألبان الإبيل فيه إرشاد بأن الإنسان يداوي بالحليف ديال الناق عن أنس أن ناسا كان بهم سقم من الناس أتوا إلى المدينة وبهم سقم السقم هنا وهو الجوع والتعب فلما قالوا يا رسول الله آونا وأطعمنا يعني ضبر علينا فينا دين كون وضبر علينا من ناكل فلما يعني فرسوا صلى الله عليه وسلم ضبر علينا ما كانوا وشربوا جامل وشربوا جامل وشربوا ودلوا في نرتاح فلما زعل عنهم فلما زعل عنهم ذلك التعب وذلك السقم يعني شبعوا والصراحوا قالوا إن المدينة وخمة يعني مقناطة لأنهم كانوا أهل الريف كانوا من العربية وفي الرواية الآتية اجتووا تنقلوا هنا في الدريجة ما وافقت شلم المدينة فأرسلهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى دود الله وهي إبل وكانت خمستاش من الإبل ومعهم رائي يعني سارح تسرعهم مهم ما لنقولكم الحديث الثاني باب الدواء بأبوال الإبل الباب الأول كان باب الدواء بألبان الإبل وهنا بأبوال الإبل وهذا الحديث فيه الاثنين معا الحديث رقم 5686 عن أنس رضي الله عنه أن ناسا اجتووا في المدينة كما قلت لكم اجتووا يعني كما تقولوا احنا ما وافقتش من المدينة من بعد ما جاءوا جعانين يعني وعيانين وطهم الرسول صلى الله عليه وسلم كالوا شربوا ضبروا فين يكونوا تاشبعوا مع رسهم وكل شي من لي شبعوا فاقوا توقدوا قالوا له دي المدينة ما وافقتش لنا فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا براعيه واشربوا من ألبان والأبوال دي الإبيل يعني البول ديالها والحليب ديالها فلاحقوا بالراعي فشربوا من ألبان والأبوال دي الإبيل حتى صاروا يعني حتى صحهم زيان من بعد ما حصبروا صحهم زيان قتلوا الراعي وساقوا يعني قتلوا السارح وساقوا الإبيل فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فبعت في طلبهم فجيء بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وصمر أعيناهم أنا لا أتكلم إلا فيما يخص العلاج والتداوي من أعشاب وغير ذلك وحجامة ومواد إلى آخره أما المسائل هذا الباب للحدود فهو باب فقهي يبحث فيه عن هذه المسألة وفي هذه المسألة نيت كلام طويل أنا لا أتكلم فيه بل أتكلم فيما يخص التداوي فيما يخص الطب خاصة طب الأعشاب والطب النبوي الحديث الآخر أو الباب الآخر باب الحبة السوداء الحديث رقم 5187 عن خالد بن سعد قال خرجنا ومعنا غالب بن أفجر فمرض في الطريق فقدمنا المدينة وهو مريض فعاده بن أبي عتيق فقال لنا عليكم بهذه الحبيبة السوداء فاخذوا منها خمسا أو سبعا فاسحقوها ثم اقتروها في أنفه بقطرات زيت في هذا الجانب وفي هذا الجانب فإن عائشة رضي الله عنها حدثتني أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذه الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا من السام قلت وما السام قال الموت فهذا الحديث عن خالد بن سعد قال خرجنا ومعنا غالب بن أفجر وهذا غالب بن أفجر مرض في الطريق فقدموا المدينة وهو مريض فعاده ابن أبي عتيق فجل زار المريض فقال لنا عليكم بهذه الحبيبة السوداء فخذوا منها خمسا أو سبعا يعني خمسة الحبات أو لا سبعات الحبات وسحقوهم وديرهم مع الزيت وقطرهم له في النيف دياله في هذا الجانب وفي الجانب الآخر فإن عائشة رضي الله عنها حدثتني أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذه الحب السوداء فيها شفاء من كل داء إلا السام قلت يعني خالد بن سعد قال قلت لمن لابن عقي أعطق وما السام يعني أشنه هو السام قال ابن عطق الموت الحديث الذي بعده باب الحب السوداء الحديث خمسة بسسمئة وثمئة وثمانين عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة وسعيد بن سيب أن أباه ريرت أخبرهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام قال ابن شهاب والسام 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 الموت والحبة السوداء والشنيس هذا البحث للحبة السوداء فإني ذكرته في فيديوهين ومن أراد التفصيل فيهما جيدا ويعرف حقا الحبة السوداء ما هي من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا وكيف ابتدى كيف سميت بالحبة السوداء وكيف مسمها الأصلي وكيف كان وماذا كان يقولون لها العرب كل ذلك مذكور في فيديوهين العنوان ديالهم الحبة السوداء الحقيقية بالدليل قاطع وهما جزي الفيديوهات والفيديو الثاني الفيديو اللول فيه صارت فيه مجموعة من الحبوب السوداء والفيديو الثاني فصلت في الحبة السوداء بالتحقيق الدقيق وبالمراجع وبالأدلة القاطعة فمن أراد الاطلاع عليه يبحث عنهم هذا هو العنوان بحث عن الحبة السوداء الحقيقية بالدليل قاطع هذا هو العنوان الفيديوهين باثنين إلا أن الفيديو الثاني كان فيه بلاكسيد باش يتعرف الفيديو الأول وكان فيه الجزء الثاني على أيين لمن أراد الاطلاع على الشبهات التي تدور حول الحبة السوداء الحقيقية المذكورة بالحديث باب التلبينة للمريض التلبينة قال الأصنعي هي حساء يعمل من دقيق أو نخالة يجعل فيه عسل وقال غيره أو لبن يعني عسل أو لبن يعني حريب هذه هي التلبينة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تأمر بالتلبين للمريض وللمحزون على الهارك وكانت تقول إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن التلبينة تجم فؤاد المريض وتذهب ببعض الحزن وتذهب ببعض الحزن والحديث كذلك 5690 في نفس السياق عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تأمر بالتلبينة وتقول هو البغيض النافع هذه التلبينة كانت أم من عائشة رضي الله عنها كلما مات قريب لهم جمعت الناس وعملت لهم طبخت لهم هذه التلبينة وأعطت لهم وكانت تأمرهم أن يأكلوا من هذا وتقول لهم هو البغيض النافع لأن هناك من يفعلها بالنخالة والحليب هنا يعني نستكره لكنه هو كما ذكرت أمون عائشة البغيض النافع ويقول رسول صعام إن التلبينة تجم الفؤاد التلبينة تجم الفؤاد وهي تزيل عنه الهم وتنشطه تجم فؤاد المريض يعني تذهب عنه وتزيل عنه الهم وتنشطه وتذهب ببعض الحزن يعني تتوسيه تتخن وتتنسيه شوية في همه وحزنه الحديث أو الباب الذي يليه هو باب الصعوط الصعوط هو ما يجعل في الأنف مما يتداوذه ما يجعل في الأنف مما يتداوى به يعني الشعاجة تدير في النيف دينا تندوى بها رسنا أو تدير الإنسان في نيفه وتدوى بها رسه هو جاي الكلام ونريكم الطريقة دي الصعوط كيفش الإنسان تستعمله حديث خمسة 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 عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى عليه سلم احتجم وأعطى الحجام أجره واستعط الشهد من هنا واستعط قوله استعط يعني استعمال الصعوط وكيفيته هو كيفية السعوط هو أن يستلقى المريض على دهره ويجعل بين كتفيه ما يرفع هما لينحدر رأسه ويقطر في أنفه ماء ممزوج بالدواء أو زيت ممزوج ببعض الدواء ليتمكن بذلك من الوصول إلى الدماغ لاستفراغ ما فيه من الداء بالعطاص هذا هو طريقة أديل الصعوط الإنسان تتكعب ظهره وتدير السادة تحت كتافه باش رأسه يخبط للأرض ونيشو يولي الفوق ويقطر في أنف زيت فيه عشوب أو دواء أو لكذلك ما فيه عشوب أو لدواء باش يصل له يهود يدخل للدماغ الداخل باش من اللي يبدأ يعتص يخرج قاعد دك الشي دير المرط اللي عنده الداخل في الدماغ دي وهذا دواء عجيب وقليل اللي تيدير هذه المسألات الباب التابع وهو باب السعوط بالقصت الهندي والبحري السعوط عرفناه والسعوط هنا بينا وحدة ونشرح لكم مزيان هذا القسط الهندي والقسط البحري بزار دي الناس عدوا مخلط في هذه المسألة هو الكلمة دي القسط القسط هو كما يمكن من يقوله الكسط كما تتشوفوا في السطر وهو الكسط مثل الكافور والقافور مثل كشيطة يعني في صورة تكوير وكشيطة أي نزعت سواء قريتي بكشيطة أو قريتي بكشيطة أما قشيطة ما عارفهاش وكان عبد الله وعبد الله المبارك كان يقرأها قشيطة هذه رواقة يعني نفس قشيطة هي قشيطة هي قشيطة والكسط هو القسط والكافور هو القافور بحال بحال إذن القسط هو أعواد وفيها جوجي الأنواع واحد بيض واحد يعني إذكن يعني بني غامق وهي قولولو تقولولو الكحل أسود وهو القسط أي نوع من الأنواع لا البيض لا الأخر اسميته القسط الهندي والقسط البحري والعود الهندي أو لا العود البحري اللي هزيتي منها الجوج هذا هلها قسط بحري وهندي وعود هندي ولا عود بحري على السمه هندي وعلى السمه بحري لأن هذا القسط هذا يأتي من الهند ويأتي عن طريق البحر صافي لا تريد لهم القسط الهندي أو القسط البحري أو لا العود الهندي أو لا العود البحري وهو القسط والقسط كما قل لكم فيه جوجل الأنواع نوع أسود ليس أسود ولكن ما نور لكم في الصورة هو هذا في الصورة غالي نوريه لكم هو هذا والآخر البيض رأي ما عنديش عندي هذا الأسود هو هذا وهو ما رأي نفس نفس الإسم قصد هندي وقصد بحري أو العود هندي وعود بحري رأي هو نفس القصد وتيجي من الهند وعن طريق البحر الحديث رقم 5692 عن أم قيس بنتي ميحسن قالت سامعت النبي صلى على اسم يقول عليكم بهذا العود الهندي وهنا تسمى العود الهندي ونفوق في الباب دير القصد الهندي والبحري فإن فيه سبعة أشفية يستعطوا به من العدرة الحديث رقم 5692 ودخلت على النبي هذه أم قيس رضي الله عنها بنتي ميحسن قالت ودخلت على النبي صلى على اسم ببني اللي دري صغير عندها باقي ما باقي تيرضع لم يأكل الطعام بعد باقي ما تيأكل فقط تيرضع فبال عليه يعني بال على الرسول صعصم فدعا بما إن الرسول صعصم ما يتقلم جيبوا لي الماء جابوا له الماء فرش عليه يعني لم يغسل تياب أو لم ينزعه ما حيش ذاك الحويج للبس وما غسلوش بل شد الماء ولا حالهم ومن هنا الفقهاء يأخذون أحكام بالنسبة للغاس وذلك مهم هذا شيء إنسان يبحث في في بواب الفقه يعني خاصة باب الطهارة نشوفوا الحديث ربما الحديث مقر الأخير باب أي ساعة يحتجم واحتجم أبو موسى ليلا أي ساعة يحتجم يعني مراد الساعة في ترجمة مطلق الزمان لا خصوص ساعة متعارفة يعني أي ساعة يحتجم ما شنقولوا الله الساعة والثمانية والعشرى في أي وقت يحتاجون الإنسان في الليل في النهار في أي وقت في شهر رمضان في غير رمضان في شعبان في شوال في راجب في دول قعدة دول حجاء أي وقت تحتاجون في هذا الشهر أو في الصباح أو العشية إلا في بعض الأيام اللي الرصوص العصم قال لك ما تحتاجون فيهم وكين أحاديث في المسألة هذه لما انشع الله من بعد أن وصلوا لها لأن يالله هذا ما وصلته الربع الربع ديال هذا الكتاب لأنه في صدد يعني الصرد دياله وهو أحاديث كتاب الطب من صحيح البخار احتجم أبو موسى ليلا ومشن السبب على احتجم أبو موسى ليلا وكان سبب احتجامه ليلا الصيام لألا يدخله خلل والمسألة مبسوطة في أبواب فقه الصيام وفي حديث أفطر الحاجم والمحجوم ويدخل أفطر الحاجم والمحجوم ويدخل في هذا الباب الحديث هذا الذي أمامنا رقم 5694 عن عكريمة عن ابن عباس قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم وكذلك يجب الإنسان يحتاج ما سواء كان مسافرا أو محرما كما في الحديث الآتي وهو باب الحجم في السفر والإحرام قاله ابن بحينا عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث 5695 عن طاوس وعطاء عن ابن عباس قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وبهذا الحديث نكون قد نهينا الجزء الأول من كتاب الطب في صحيح البخاري إلى أن نلتقي بكم في الجزء الثاني إن شاء الله وكما هو معلوم لا تبخلوا عنا بدعمكم بالاشتراك في القناة وتسجيل الإعجاب بالفيديو ومشاركته مع أصدقائكم وأحبابكم لتعموا الفائدة ولنكون قد ساهمنا في إحياء تراثنا الإسلامي المبني على الشفقة والرحمة بالعباد لأن الطب النبوي لا يكلف مصاريف باهدة إنما هو إيمان وتوكل ومصروف بسيط وبهذا القدر نكتفي وسبحانك اللهم وبحمدك شدوا لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر